شاهدت نشوف تكوكيزاو لكن ما... تكوكيزاو سكوكيزاو بلجانا ها تكوكيزاو تكوكيزاو اهلا وسهلا بكم متابعين متابعي قناة شوف تيفي على هذا البت المباشر من مدينة ستات من عروس الشوية تحية لكم متابعين وبصحة طوركم والذي وصل عنده الصحور بصحة اذا متابعينا كدوزوا العشرين يوم من رمضان كي كانت ايامكم انتمنوا ان العشر الاواخر تكون احسن واحسن ان شاء الله ويكملها عليكم ربي بصحة والسلامة وبكل شيء جميل ان شاء الله ويرفع علينا ربي هاد الوباء جولة صغيرة بشوارع المدينة نشوفوا الاجواء ديال مدينة ستات اجواء ليلية فالعشر الاواخر تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال اذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي كيف ما كتشوفوا معانا فالمدينة هادئة جدا والجميل في هاد المدينة اللي دايما كنقوله هو الهدوء ديالها ديال الليل فالجمال ديال السحر ديال مدينة ستات فهو بالليل فقط فعنده واحد السحر خاص إذن سلام احمد سلام تحية لأصحاب الجالية المغربية في المكان هاد 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 باقة ديال الورود كان هديها المتتبعين ديالنا الاعزاء وكذلك المتتبعين ديالنا داخل وخارج ارض الوطن كنهديوليكم هاد الباقة ديال الظهور من هاد المنصة منصة التواصل دائم معاكم متابعينا منصتكم قناة شوف تيفي اسراء السلام عليكم اخوتي حشم تنجي ونطلب منكم ولكن الله غالب اللي قدر يعاوننا باش مكان الله يجازيه بالخير في هاد العواج شرب اي حاجة كيف مكان تقفى اي حاجة مقصدتكم توصلت في الاعدام وربي شاهد وسمحوا لي اسراء اختي ممكن تعطينا المدينة بالضبط باش اللي شاف التعليق ديالك نعرفه المكان اللي كتتواجدي فيه اللي بغى يعاونك وبغى يتعاون معاك فغادي يدخل معندك الخاص ويضر معاك لو تذكرينا او تعطينا فقط المدينة اللي انت فيها شكرا احمد على الورود السلام تحياتي رمضان كريم شكرا ليك اخي سعيد محسن البوضيش تحياتي اخي تحياتي ليك هذا شنو يوم دا الزوينة انا كي منور اختي معاك عبد الناصر من فاس عبد الناصر اخي شكرا ليك ومنور اكيد معايا هذا البت المباشر هذه الجولة الليلية بالمدينة والحمد لله يا ربي الضزلين حتى هذه العشر اواخر ان شاء الله وتقبل ربي منا الصيام والقيام وصالح الاعمال ان شاء الله ونضروا الخير في بعضياتنا ونكونوا مع بعضياتنا على الخيبة والزوينا ان شاء الله ونكونوا كنا يد وحدة فاحنا الحمد لله معروفين بالتضامن والتقاظر مع بعضياتنا اذا متابعين هذا المكان اللي كتشوف فيه الان هو شبه فارغ او شبه مهجور بعد مكان كي تعرف بواحد الضجة كبيرة او كيتعرف بالكتافة ديال الناس اللي كتكون في هاد المكان فكيفما كتلاحظوا معنا متابعين فيهم في مقاعد مخصصة للجلوس بحكم الضرف اللي احنا كنعيشو ديال كورونا حيدوا لهم المقاعد علش يقلسوا اذا ورغم ذلك كتكون كتعرف واحد الاكتضاد كتعرف واحد الاكتضاد فاحنا الان في الساحة اللي مبين البلدية او القصر البلدي لمدينة ستات و والمدار اللي معروف في المدينة بالعود اللي فيه العود هاد المدينة هي مدينة ستات عروس الشاوية ياسين اخي شكرا لي كل الله يأتيك صحاوة تسحى القاع المتابعين معنا اليوم وشكرا ليكم شكرا لي كل ابو عزاوي لهاد الباقة الجميلة من الظهور شكرا ليكم شكرا ليكم متابعين وشكرا ليكم اخواني واخواتي شكرا ليكم وحقيقة افتخر بهذا الكم الهائل من التفاعلات ومن التعاليق اللي يجيني من عند الاخوان والاخوات حسن رجاوي ستات بلادي تحية البلاد وتحية لكم كذلك نحيي وكذلك حسن نحيي ومعنا الناس اليوم اللي معنا على شوف تيفين نقولوا اليوم بروك عفوا المتابعين نقولوا لكم مرحبا بكم في السطات مرحبا بكم في عروس الشاوية وكذلك لماذا لا كان نقولوا مبروك في اي حاجة ولو قلنا اني غلط فيها ولكن نقولوا ليكم مبروك على كل حاجة زوينا ان شاء الله نعم عبد الناصر نعم اخي انا قلت لي هاج قولينا فين ساكنة لمدينة فين ساكنة باش نلقاوا الناس اللي تعاونوا معها بغينا هاج قولينا فين ساكنة شكرا لك شكرا لك عبد الناصر على هذا التعليق شكرا لك فانا ذكرتها انها تعطيني اذا تعطينا المدينة اللي كتسكن فيها بالضبط تعطينا المدينة وربي يجيب تي سير يا ربي علي علي ايتنبروك جريتي لا اخي لن ولم ومعمرني نديرها انا نجري على شي واحد فاحنا فقط زملاء فكينين العديد من الظرفيات او الظروف اللي كيمر بها الواحد فكان عنده ظروفه كان يعني هو اللي يختار اذا منتمنوا لي التوفيق كذلك في الحياة دياله المهنية وكذا الشخصية ستاتي صديو برشيدي داوي تحيات ستات حسن شكرا لك انا حسن رجاو من قيسر اذا مرحبا مرحبا بناس قيسر مرحبا بك اخي محسين ستاتي صديو برشيدي داوي نعم اخي ستاتي صديو برشيدي داوي وكذا الهواوي اذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي هذا هو المدار اللي معروف به المدينة هو مدار اللي معروف بالعود رشيد رشيد سلام صادة صادة اخي نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وتكملوا هذ العشر الاواخر بصحة وسلامة يا ربي وبكل شيء جميل ومن حصل احسن ان شاء الله كيف ما قال الاخ نسيت الاسم ديالو اللي قال ان العشرين يوم الاولى دازت مزيانة تمنىوا ان يكمل عنا ربي هذ شهر بالخير ان شاء الله وتكملتها هي ايام زوينا ايام نتب قزوينا ان شاء الله اذا متابعينا هذي طريق اللي كدوز من هذ المدار هي طريق الوطنية رقم سعود الرابطة ما بين دار بيضاء ومراكش هذي طريق الوطنية رقم سعود هذي قبل ما تكون قبل ما تكون قبل ما تكون الوطنية او طريق سيار اذا استاد زوينا شكرا لك عزيز شكرا لك هذ القناة استاد نعم اخي يوسف استاد الان ولا عندها ولات عندها مراسلة مراسلة صحفية بالمدينة معكم اختكم زكية لأي حاجة كانت واحتاجيته سواء الادارة او فانا معاكم اي حاجة انا راه للاشارة معاكم زكية انا راه للاشارة ديالكم انا تحت الطلب اي حاجة بغيتوها اي حاجة اي مشكل كان عندش واحد او اي حاجة نفل ستات ونواحي وكذلك اقليم برشيد انا كان نقول لكم من هاد المنبر مرحبا بكم انا زكية معاكم من قناة شوف تيفي فانا اللي كينا في هاد المنطقة زكية زكية خدامة مع شوف تيفي شكرا لك اخي انا اصطاحة في استاتية وافتخر استاتية والحمد لله بغين نخدموه البلاد واحد شوية كيف ما كتلاحظو معانا اخواني ستاتيين كيف ما كتلاحظو معانا فكينوا اهمال كبير من عند المسؤولين لهاد المدينة اللي ما عطوهاش حقها ماتعتاش لها الحق ديالها هاد المدينة اللي تهدمت بزاف دين الحويج فكنا نشوف منها بزاف دين الحويج اللي ايجا لهاد المدينة مكيختمهاش كوولد البلاد اللي يجا بغي غير يشفروا بغي غير ينهبوا كيف يجعلونها في الحاضيض إذاً اللي هدي مخلق ونتمنى واننا نصلطوا الضوء على العديد من النقاط السوداء اللي في هاد المدينة إن شاء الله ونحاولوا اننا نغيروا ولو القليل منها كيفما كتشوفوا معانا متابعينا فكينين عدة تخريبات كذلك مشرفين بك اختي شكرا ليك البوزاوي شكرا ليك أخي سلام اختزاكي العربي شكرا سلام عليكم أخي سلام عليكم العربي ومرحبا بك معايا على هاد البت المباشر إذاً إخواني كيفما كتلاحظوا معانا فوش عندكم حتنتو هاد الظواهر اللي بداتك تخرج فكيفما كتلاحظوا معانا متابعينا مشرفين زكية شكرا ليك أحمد شكرا ليك أخي شكرا ليك وممكن هديك باقة من الورود ليك أخي وتحية ليكم متابعينا نعم وكيفما كتلاحظوا معانا متابعينا كانين كذلك اعتقالات من صفوف الشباب اللي كيدوروا في المدينة من عند رجال الامن الوطني اللي دايرين عدة براجات كيفما كتلاحظوا معانا مرحبا بك اختي زكية الله يوفقك شكرا ليك أخي عبد الناصر سلام عليك مرحبا الله يزعى وبركاته كيف حالك شرف لينا أختي شرف لي أكيد أنني نكون معاكم شرف لي أنني نتواصل معاكم بحل هذه المباشرات وكنشكروه بزاف قناة شوف تيفيل اللي اعطتنا وتحت لنا هذ الفرصة لنا نتعرفه معا على إخواننا وأخواتنا من المغرب كامل وكذلك من خارج أرض الوطن كنتمنى أننا نكونوا دائما على صلة نكونوا دائما على صلة نكونوا دائما على صلة نعم نعم أخي فالآن ولينا نشوفه بعض الكوارث وش هما حملات سابقة لأوانيها دي الانتخابات أو ميزانية دي السفقات اللي كانوا معقودين في الحملة أو في الولاية السابقة لهذه الناس اللي الله بدأوا اللي الله بدأوا عليهم فمتابعينا هنا غادي تحياتي اختي مبروكة واشرك مبروكة واشرك أخي كيفما تلاحظوا معنا متابعينا اعتقالات صفوف شباب ثلاث شباب تعتقلوا كنظن بأسباب دي الكمامة وكذلك الأسباب دي الحضر الحضر الليلي حضر تجوال الليلي كذلك متابعينا كيفما تشوفوا معنا فكينين حملات حملات تمشيطية لعناصر الامن الوطني بالمدينة الله يرفع علينا ربي هذا الوباء وكذلك رجال الامن الوطني فهم يقوموا فقط بالعمل دي الهم فما يمكنش انهم يخليوا كل شيء وإلا ستسوق الأوضاع أكثر وأكثر إذا شباب نصيحة لي من عندكم كاختكم اللي بغى يخرج يدير الكمامة تحياتي عشور أخي تحياتي لناس دمنات تحياتي لكم ونرجعوا متابعينا للموضوع دينا وهو هذا الظواهر الذي بدأت تبرز في عدة مدن فكذلك في المدينة هذا القضية كيف تلاحظون معنا واذا تحياتي لها إصلاح؟ هذا الأرض واذا تحياتي لها محور بحدها ونصر عليه في هذا الموضوع لكن اليوم قرر أجيز بالصدفة واذا تحياتي لها إصلاح؟ لا تحياتي لها وإنهي ترمي تجد لا يمكن فهذه الساحة التي ترى هنا محاطة فيها الأشغال فهي تهياتي بنفس الشكل العربي السايدين نراكم في العيد إن شاء الله وعيدكم مبارك ساعد ولو أنه مازال لها عشر أيام فكيف تلاحظون معنا متابعينا الأشغال كذلك الدور والحفر كوارث كوارث بالنسبة لهذه لو كانت ترى الحركة النهار فهذه سيكون خطر بالخصوص أننا في هذه الأيام العشر الأواخر كان الناس يخرجون الولدات يتقضون يعني صعب أننا نرى هذه الأسلاك خارجة هنا فهي ريسكي على الولدات فسلام عليكم هنا مدينة هذه مدينة مصطفى الموجه هذه مدينة ستات مدينة ستات منذ تسعين أختي ما شي غير منذ التسعين ولكن أخيرها زادت كرفسات يعني شوف الحالة اللي وصلت لها المدينة كي يقول لك حقها غادي بغي الإصلاحات ولكن هذا شي أنا لا أظن أنه بحكم أنني بنت المنطقة وبنت مدينة ستات لا داعي من جديد في هذا الشي لأنه 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 ما خاص الإصلاح الإصلاح أخي العربي وكان قبل مصلوح هذا الشي لا داعي لإعادة دياله شي باش نقوله حق الميزانية ها في المشات فكذلك هناك كيف ما كتلاحظوا معانا هذا الأشياء اللي كنشوف وكذلك الأسلاك ديال الضوء اللي قلنا لكم اللي تسبقوا وريتكم فهذه هي أسلاك فهذا نشوف حشوما نكشوف بحال هادرها مركز المدينة أول سونترفيل كما يقال يعني كيف ما كتشوفوا معانا متابعين حالة حالة يرتلها بالمدينة هادرها شوفوا الخيوطة ديالظو شوفوا الخيوطة ديالظو شوفوا الخيوطة تحيا لولد بيمونة تحيا ليكم السلام عليكم تحييى وأبنائه قائمة درصة كيف تتسجل ارى اخي حافظ الإنسان سورة رؤية السلاك الزي الزي عادي ونحن مقبلون على العيد إن شاء الله ونحن يخرجون أولادهم ونحن يتكسعون وانا يتأتي الطفل يلعب مع وليدي ونحن يتعلمون لا يلا يخرجون أولاد لا يخرجون أولاد لا يخرجون أولاد لذلك يحشون بشأن المتابعين اذا كون الأسئلة سوف نجد فرص سوف نحن نأخذ هذا المبار 끝�lled نتمنى أن هذا الشيء لا يكون لديه مدة هذا الشيء لا داعي أن نشده فيه بحال كما يقوله وكما سمعت أن مدة هذا المشروع غير جردة وهي كانت في الأصل جردة لو لم يكن الجردة لن يكون في الأشجار وكما سمعت في هذه المشروع غير جردة أو الأشغال كما نقوم بسيار عام فيها ولا يمكن أن يكون المسافة عندنا وما نستطيع أن يكوننا ندار بعض من الأقدمة تحقيق العمار والمدة في مدينة مدينة ستات كان لديه غيره نعم نعم أخي ونحن الآن بسبب هذا الغيره اللي عندنا بسبب هذا الغيره اللي عندنا على المدينة اللي كنترقوا بحال هاد اللي كنتسميهم أنا نقط السوداء إذا متابعينا كيفما كتلاحظوا فهذا هما الأعمال اللي كيقوموا بهم في هاد المشروع اللي سلام سامية سلام أخي هاديك حشو ما عليهم خاص الشعبي نوضي هدر على هاد شي نعم أخي عبد الناصر نعم نعم شوف أخي أنا من هاد المنبر أنني كان بغي نوجه دائما رسالة الشعب أنه يهدر يهدر على حقه يهدر عندنا حقوق مشروعة خاصنا نضروع اليوم خاصنا نضروع الحاجة الدارانة نضروع عليه بزاف الحويش هاديك هاديك البلاسة اللي انتي فيها شوية داخل الوسط فما داخلش هديرها في المدينة هديرها في مركز ديال المدينة فهذه قصارية اللي إحداها وهذه اللي صورت أنا هنا هاديه اللي قريتكم قبل حالتها وكلها مكربلة وكلها دائرة وهذه هي المركز كذلك ديال المدينة هاده هو الوسط ديال او ما بين جامبين البلادية وما بين المدار ديال العود او ما يسأم لي ما فيه ذاك الرماضار اللي في ذاك داكت المثال ديال العود اذا اذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي كيف ما كتبعوا معانا وكتبعوا معانا دائما المواضيع ديال المحلي اللي بغينا اننا نسلطوا عليهم الضوء بحال هادشي اللي كيحز في نفسنا بزاف كحنا كسكان المنطقة وكأولاد المدينة ما نبغيوش يكونوا بحال هادشي وانا كنوجه رسالة كذلك للناس اللي دايرا هاد المشروع هاد المشروع اللي عنده ها ما هنا كيني لدلي ديالي ديتخافو دوز مواء حشوما تكون فيها 12 شهر حدا قصارية شاوية نعم أخي البوعزاوي حشوما تكون فيها 12 شهر جرده سيكون فيها 12 شهر سيكونوا بغان يطلعوا ماشي غير عمارة حشوما حشوما بزاف الوقت بحالكة مكربلة المدينة ديال المدينة ستاد بقى مكربلة عيب وحشوما وعيب وعار مسبقوا قتليكم هذه هي الطريق الوطنية رقمة سعود يعني الناس اللي جاي من كازة غادين المراكش غادين المراكش غادين الأقادير فهذه الطريق اللي كدخلوا على فشوما يدخلوا وشوف المدينة بحالك شنو شنو غادين يقول شنو سلام عليكم ممكن رقم هاتف إدارة شوف تيفي الله يسهل عليكم أخي عبد المالك ممكن تدخل لباج ديال فيسبوك شوف تيفي غتلقى فيها الرقم ديال الهاتف تتصل بنا ومرحبا تتصل بالطاقم ديال الإدارة وفينما كانت عندك المشكلة ولا عندك شي حاجة مرحبا بك يا ربي تنزل الرحمة المترجع روصهم وتكون فيهم روح الوطن اللهم أمين أخير حال اللهم أمين يا ربي تكون عندنا يشوفوا فينا بواحد العين رحيمة يا ربي رحنا لا إله إلا الله فإحنا نحاول ولو نحاولوا أننا نعزلوا باش نكونوا نعزلوا ناس أكفاء لكن ولا بتضغطي فوحد الفاسد اللي غيخصر لك كل شي سلام مريم أختي سلام عليك سلام عليكم فأنا أحضرهم فوان ديال العود أخي العربي يعني هذيك طريق ناسيونال لديك المتداد ديال الطريق الوطنية رقم سعود شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم لديكم 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 متابعين لديكم شكرا لكم وهذا بد مباشر هدية لكم والناس ديالي خارجين منها هدية لكم ونتمنوا أننا نكونوا ولو أعطيناكم غشوية من ريحة البلاد أعطيناكم غشوية من ريحة البلاد إذن أنقرأ التعليق ديال مصطفى حسب الله ونعم الوكيد من المسؤولين وأولا وإشارة تدل على وجود تحية إيطاليا أختي وفقك الله في عامك شكرا لك أخي مصطفى شكرا لك وتحية لك من 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 الديار الإيطالية تحية لك شكرا على البت أخي البعزاوي شكرا لك ذلك شكرا لك أخي إذن مصطفى غدي نجاوبك أخي إلى هذا فغدي نقول لك ما كانش غير حاجة أو إشارة تدل على وجود الأشغال وإنما كذلك كيفما تشوفوا معنا الإضاءة ناقصة في المدينة وشكرا لك أخي مصطفى ستتعجبني ماذا سنجي لها إن شاء الله نزورها مرحبا بك جمال مرحبا بك أخي إذن متابعينا متابعي قناة شوفت في شكرا لكم على متتبعكم معنا وتواصلكم معنا شكرا للمتتبعين من رب الخير يا ربي شكرا لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء